لوط عليه السلام قبل تلقيه الأمر بالنبوة والدعوة كان يرافق عمه الخليل إبراهيم عليه السلام في دعوته فقد كان أول من آمن به بعد زوجته سارة وانتقل معه بين المدن ولما جاءت الرسالة إلى لوط عليه السلام بتكريف من رب العالمين أمره إبراهيم عليه السلام أن يذهب إلى قوم سدوم وذهب إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس لينعم به وأكمل لوط عليه السلام سيره إلى قوم سدوم للعيش بينهم ودعوتهم لتوحيد الله وعبادته رغم أنهم قوم سوء يفعلون الفواحش يقطعون الطرق يهاجمون القوافل يقتل القوي الضعيف ويسفك الملوك دماء الأبرياء ويأتون الرجال من دون النساء ويستحلون أموال الناس بالباطل ودعا لوط عليه السلام قومه وتحمل أذاهم ولم يؤمن منهم أحد وكان من أصعب الامتحانات التي مرت به زوجته التي رفضت اتباعه وبقيت مع قومها على الباطل نحن قوم سدوم نفعل ما نريد لا نلقي بالا بالحلال أو الحرام نشرب نمرح نفرح حتى الآلهة تبارك أفعالنا إلا زوجي لوط الذي ضرب بيننا وانفصل عننا ودعا إلى إله آخر إله عمه إبراهيم يدعونه برب العالمين وما رب العالمين رب نوح وإبراهيم رب كل شيء ومليكه الخالق الرازق البارئ المصور من خلق لك هذه الدابة من سقها وأطعمها من شفاك وأطعمك من رزقك وكفاك وكفلك وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى إسكت واذهب عنا أنت ممن فوتين بلوط وإبراهيم لقد أمرنا خليل الله أن نكون في عون لوط وأن لا نتخلى عنه نحارب من حاربه ونسالم من سالمه وهكذا كان أول من عاد سيدنا لوط عليه السلام زوجته وتآمرت مع قومها للتخلص منه ومن دعوته ولكنه لم ييأس واستمر في دعوته ماذا تريد يا لوط؟ يرد عليه لوط عليه السلام بأنه جاء داعيا إلى توحيد الله رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشرق والمغرب وهو الذي يتوفاك حين تنام وهو الذي يحييك وكم تريد يا لوط من المال والعبيد والنساء كي تترك هذه الدعوة وترجع إلى دين سدوم يقول لوط عليه السلام ما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ولكننا لا نريد الهدى نريد أن نظل هكذا نفعل ما نشاء وقت ما نشاء يقول لوط عليه السلام ولكن الله أرسلني إليكم خاصة إلينا خاصة نحن لا نريد رسولا ولا نبيا يقول لوط عليه السلام إنكم لتأتون الفاحشة وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون وماذا حدث يا مولاتي بين لوط والملك أعطاه الملك موثقا وأمانا أن يعيش آمنا في دعوته لا يمسه أحد بسوء يا له من رجل عنيد هذا الزوج الذي لا تقف أمامه الدنيا في دعوته لدينه ودين عمه إبراهيم حاول لوط عليه السلام هداية قومه ولكنهم أبوا فقوم سدوم مصرون على الهلاك بالمعاصي والذنوب وكان دعاء إبراهيم عليه السلام له اللهم نجي لوط وأهله مما يعملون حتى وقع قوم سدوم في مأزق كبير فاستعانوا بلوط عليه السلام ترى لماذا بعث الملك بارع ملك سدوم لزوجك يا سيدتي كل الملوك قد تجمع عند بارع مالك سدوم لا أدري لماذا يا لوط لقد اجتمع الملوك معك لنستعين بك في أمر كبير الأشوريون قد بذوا علينا وجمعوا منا الضرائب الباهظة فهل أن تعون لنا في حربنا ضدهم يرد لوط عليه السلام بأنه يقف مع الحق أينما كان وحينما كان هذا هو عهدنا بك يا لوط لا تعين ظالما ولا تترك مظلوما ولا تخشى أحدا في الحق فهيا هيا يا قوم سدوم سنحارب الآشوريين ومعنا الملوك والجيوش ودخل لوط عليه السلام الحرب مدافعا عن الحق رافعا راية الجهاد ضد الظلم ولكن سدوم هزمت شر هزيمة فإن معصية واحدة أشد على الجيوش من سجوف الأعداء وقوم سدوم لم يتركوا ذنبا ولا فاحشة إلا وفعلوها فنالوا عقابهم حتى وإن كان فيهم لوط النبي الله عليه السلام واستمرت دعوة لوط عليه السلام لقومه حتى وصل الأمر بالتستر للنساء فما كان إلا أن أمر لوط عليه السلام بناته بالحجاب والتستر كما أمره رب العالمين حتى طلبت منه زوجته الطلاق طلقني يا لوط طلقني خذ بناتك فأنا لست منكم وأنتم لستم مني يرد لوط عليه السلام ما أمرت بهذا إنما أمرت أن أصبر عليكم حتى يحكم الله بيني وبينكم إذن لا بد من طردك وبناتك من سدوم سأذهب بنفسي للملك ليطردك وبناتك وانظر ماذا يفعل لكم الرب وذهبت زوجة لوط عليه السلام إلى الملك تستعديه على زوجها لوط عليه السلام وبناته يا لوط لقد كرهتك زوجتك فطلقها يقول لوط عليه السلام إن أتبع إلا ما يوحى إلي لكنها لا تريد أن تعيش في بيتك كرهت مأكلك ومشربك ومسكنك يرد لوط عليه السلام على زوجته شأنك كقومك فهم لا يحبون الناصحين وسأصبر حتى يفتح الله بيني وبينهم بالحق وهو خير الفاتحين لن أتبعك يا لوط لن أتبعك ولن أحظم نفسي وقومي من ملذات الحياة الدنيا قال لوط عليه السلام من تبعني فإنه مني ولا يحل لي أن أزوج بناتي بمن ليسوا مني أعلنوا أنا ملك سدوم أنه لا حق لأحد في بنات لوط بل لا حق لأحد من سدوم في بنات لوط وازداد طغيان القوم ولكن لوط عليه السلام لم يتوقف عن دعوتهم ووقف لوط عليه السلام وسط قومه ينصحهم قائلا يا قوم اتقوا الله الذي أنتم إليه راجعون والذي أنتم إليه تحشرون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم لقد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يقول لوط عليه السلام يا قوم كفوا عن هذه الكبائر والمعاصي التي تفعلونها ليل نهار واتقوا ربكم يغفر لكم ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى وماذا تريدنا أن نفعل يقول لوط عليه السلام يا قوم كفوا عن الفاحشة التي ما سبقكم بها أحد من العالمين إنكم لتأتون الذكور وتقطعون الرحم وتسرقون وأمرهم أن لا يفسدوا في الأرض بعد إصلاح إنك تعلم أننا لن نفعل ما تقول فأتنا بالعذاب إن كنت من الصادقين ولوطا إذ قالني قومي إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومي إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين فأيقن لوط عليه السلام أن عذاب الله آت لا محالة بعد أن عميت أبصارهم وصمت آذانهم عن سماع الحق وعلم أن دعوته لقومه قد انتهت وأن العذاب مصيبهم وجاءت ساعة الحساب فأرسل الله ملائكة لخليله بالبشرى والإنذار بشرى لخليل الله إبراهيم عليه السلام وزوجته سارة بالذرية الصالحة والإنذار لقوم لوط عليه السلام بالعذاب جاء ضيوف إبراهيم عليه السلام من الملائكة ودخل ضيوف إبراهيم عليه السلام بيته فما رأى الناس أجمل منهم فقدم لهم الخليل إبراهيم عليه السلام الطعام بنفسه ولكنهم لم يأكلوا فأحس بالخوف فقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وفي هذه المقابلة بشرتهم الملائكة بميلاد إسحاق عليه السلام ومن وراء إسحاق يعقوب ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ذلك أن إبراهيم كان يرجو أن ينيبوا وأن يتوبوا وقال لهم إبراهيم عليه السلام أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن قالوا لا قال فمائة مؤمن قالوا لا قال فأربعون مؤمن قالوا لا قال فأربعة عشر مؤمن قالوا لا إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد قالوا لا قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وذهبت الملائكة لإنذار لوط عليه السلام بالعذاب لقومه واقتربت الملائكة من إحدى بنات لوط عليه السلام فقالوا يا جارية هل من منزل؟ قفوا مكانكم لا تدخلوا حتى آتيكم أخاف عليكم من القوم الفاسقين يا أبتي أرافت ينا على باب المدينة ما رأيت أحسن منهم وجوها أخاف أن يأخذهم القوم فلقد نهوك أن تضيف رجلا فرد عليها لوط عليه السلام خلي عنا فلنضيف الرجال فجاء بهم فلم يعلم أحد إلا أهل البيت قابل لوط عليه السلام ضيوفه فوجد فيهم جمالا ووسامة ونزلت الملائكة ضيوفا على لوط عليه السلام الذي ضاق بهم ذرعا من الخوف عليهم وانطلق أمامهم وجعل يعرض لهم في الكلام لعلهم ينصرفون عن هذه القرية وينزلون في غيرها فقال لهم والله ما أعلم على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء ثم مشى قليلا ثم أعاد ذلك عليهم حتى كرره أربع مرات وكانوا قد أمروا أن لا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك فقالت الملائكة للوط عليه السلام بماذا تشهد على قومك ورد لوط عليه السلام بأنهم شر قوم على وجه الأرض وما كان من زوجة لوط عليه السلام بعد سماعها بأمر الضيوف إلا أن هرعت إلى قومها تخبرهم لقد جاءك الجديد يا أبي الجديد؟ وما هو يا ابنتي؟ ثلاثة من الفتيان ما رأيت في جمالهم ولا في حصنهم أين هم؟ أخبريني ولا تخبري غيري أين هم؟ إنهم مع لوط الآن بالمنزل نزلوا عليه ضيوفا آه جاءت اللحظة التي ستعقب فيها يا لوط جاءت اللحظة إنها لحظة الحساب والعقاب فلتكن كل القرية معنا حتى يتأدب لوط ونؤذيه في ضيوفه وما زال لوط عليه السلام يتحدث إلى رسل رب العالمين حتى دخل حارسه مولاي لوط إن القوم بالباب قد حضروا إليك يريدون مقابلتك وفزع لوط عليه السلام وخاف على ضيوفه من أذى قومه وحذر ضيوفه من الخروج إلى هؤلاء القوم المفسدين أخرج علينا يا لوط وسلمنا ضيوفك وإلا دخلنا عليك واقتحمنا المنزل وأخذناه عنوه ألم ننهك عن تضيف الرجال وأدرك لوط عليه السلام أن هذا اليوم يوم عسير هيا يا قوم اقتحموا المنزل وأخرجوا ضيوف لوط وردت الملائكة لا تتأس يا لوط فإن ركنك لشديد وإنهم لآتيهم عذاب غير مردود قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فقام لوط عليه السلام يحاول إقناع قومه بالابتعاد عن ضيوفه وعرض عليهم لوط عليه السلام بناته على سبيل الزواج قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد يا لوط أعطنا ضيوفك واسلم من أذانا وردت الملائكة يا لوط إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين وحزن لوط عليه السلام على أهله وبناته ممن اتبعوه وخاف عليهم من الهلاك والدمار فقالت الملائكة لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين وضرب جبريل عليه السلام بجناحه على أعين هؤلاء الفسقة فطمسها لا أرى بعيني وأنا أيضا لا أره لا أبصر أصبحت ضريرا أين أهلي ومالي وملذاتي وشهواتي وقال لوط عليه السلام لأهله إن الله أمرني أن أسري بكم وقد وعدني الله بالنجاة أنا وأهلي إلا من أصر على الكفر وخرج لوط عليه السلام بأهله من القرية قبل وقوع العذاب الذي أخبروه أن موعده الصبح وخرجت معه زوجته وقد أمرتهم الملائكة بأن لا يلتفتوا لأن العذاب يصبهم بمجرد النظر إليه إلا أن امرأته عندما بدأ العذاب يحل بالكافرين سمعت أصواتهم وصراخهم فالتفتت تصرخوا قوماه فأصابها ما أصاب قومها من العذاب قالوا عن عذاب قوم لوط عليه السلام اقتلعهن جبريل عليه السلام بطرف جناحه من قرارهن وكنا سبع مدن بمن فيهن من الأمم فرفع الجميع حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة أصوات ديوكهم ونباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها وأرسل عليهم صيحة ومطر من الحجارة تتبع بعضها بعضا فأبيدت المدن بأكملها وكانت نهاية قوم سدوم وعاش لوط عليه السلام يدعو إلى الله تعالى وأعطاه خليل الله عليه السلام المال والعبيد والماشية لتساعده وتقويه على مواصلة دعوته لتوحيد الله في الأرض ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصادهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد شكرا للمشاهدة